ساعة فقط تفصيلنا عن موعد جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي من المقرر أن يعتمد فيها مشروع قرار جديد من نصين أحدهما بريطاني والآخر أمريكي يدعم اتفاق السويد ويسمح لفريق من الأمم المتحدة بالبدء في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة أبرز التطورات في مسار هذا المشروع تتمثل في النص الذي قدمته الولايات المتحدة بديلا عن النص البريطاني لمشروع القرار في وقت يؤكد فيه دبلوماسيون أن المجلس سوف يصوت على مشروع القرار البريطاني ويستبعدون في الآن نفسه أن تطرح واشنطن نصها للتصويت والذي خله أيضا من أي إشارة صريحة إلى إيران لكنه خل أيضا من البنود المتعلقة بالأزمة الإنسانية بعكس مشروع القرار البريطاني ويرى دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن وجود نص أمريكي مماثل للمشروع البريطاني ومنافس له في الآن نفسه يعكس وضعا غير معتاد في أوقات غير عادية في حين كان يفترض طرح تعديلات على المسودة المقدمة من بريطانيا ويجهز المشروع بمسودتيها البريطانية والأمريكية لأمين عام الأمم المتحدة نشر فريق طالعي لفترة أولية مدتها ثلاثون يوما لبدء مراقبة تنفيذ الاتفاق ودعمه وتيسيره وتقديم مقترحات بحلول نهاية الشهر الجاري بشأن عمليات المراقبة الأساسية لوقف إطلاق النار وإعادة نشر قوات الطرفين ودعم إدارة تفتيش الموانئ وتعزيز الوجود الأممي في الحديدة وتقديم تقرير أسبوعي إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ الاتفاق الخلاف الأمريكي الروسي في مجلس الأمن حول مسودة القرار تحولت إلى تنافس بين الحالفين البريطاني والأمريكي بعد أن تراجعت واشنطن عن إصرارها على ضرورة إضافة اسم إيران لنص مشروع القرار الذي يدين تقديم الأسلحة والعتادة المرتبطة بها من أي مصدر كان بما يتعارض مع حضر السلاحة وقف يطلاق النار وفقاً لدبلوماسيين في الأمم المتحدة يهيمن على اهتمامات أعظم مجلس الأمن وسط استمرار الجدل بشأن البنود الخاصة بالوضع الإنساني والتي كان يفترض أن مشروع القرار مبني عليها منذ أن قررت بريطانيا تقديمه إلى أعظم مجلس الأمن أواخر الشهر المصرم ترجمة نانسي قنقر